وفي الإجراءات الاستباقية أعلنت سرايا السلام أحدى تشكيلات الحج الشعبي والمرابطة في صلاح الدين اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابية بيان للسرايا ذكر أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبجهود أمنية حثيثة تم القبض على الإرهابي حميد أحمد حميد صالح المليسي الذي يعمل مع أحدى مفارز التنظيم ولم يفصح البيان عن مزيد من تفاصيل عملية الاعتقال ترجمة نانسي قنقر